المثال الأول في انعكاسات أحاديثها على عقيدتنا نريد أن نعرف وهذا أمر يتصل بالعقيدة عقيدتي في نبي صلى الله عليه وآله أريد أن أعرف هذا النبي الآن هذا النبي ما هي صفاته ما هي أخلاقه ما هي سيرته ما هي تعاليمه إذا قبلت بأحاديث عائشة لازم أقبل أن نبي هذا كان يتفرج على الراقصات وكان يقبل بالمغنيات في بيته مو بس هكذا كان يقبل بحفلة رقص ولعب ولهو في مسجده الشريف في مسجده فيتحول مسجد رسول الله في عقيدتنا إلى ماذا؟ إلى محل للرقص ولهو إذا قبلنا حديث عائشة وقلنا هذه إمرأة مؤمنة صادقة صديقة كما يزعمون عقيدتنا في نبينا يصير فيها شنو؟ خلل فأنا مضطر أن أبحث في شخصية عائشة لكي أرى هل إنها صادقة أم كاذبة؟ الحديث يرويه الترمذي في سننه والنسائي في سننه عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله جالسا فسمع لغطا وصوت الصبيان فقام صلى الله عليه وآله فإذا حبشية فتاة مثلا حبشية من الحبش تزفن شنو يعني تزفن ترقص حبشية تزفن ترقص والصبيان حولها الصبيان حول هذه الحبشية التي تزفن ترقص يصفقون يهوسون إلى آخره فقال يا عائشة تعالي فانظري ليفوتنا المشهد مشهد حفلة راقصة حفلة له جميلة خلي الروح يا عائشة تعالي فانظري تقول فجئت فوضعت ذقني على منكبي رسول الله فجعلت أنظر إليها أي إلى هذه الحبشية التي تزفن ما بين المنكب إلى رأسه يقول من هنا إلى هنا يا عائب هل هالشكل هو مركبني وراها كذا ومخلي هالشكل وجهي على منكبه أنا أشوف أصلا حتى هذا المنظر بحد ذاته ما يسوي إنسان له مرؤة هالشكل واحد يأخذ زوجته يعني هالشكل يسوي قدام العالم فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه فقال لي أما شبعتي فقلت لا لا أريد بعد أتونس لأنظر منزلتي عنده تقول أنا قلت له لا حتى أشوف يحبني لو ما يحبني لأنظر منزلتي عنده فإذا يحبني بقيني أكثر أشوف هذه الحفلة الراقصة إذ طلع عمر الله الله الفاروق فاروق هذا هذا مو رسول الله رسول الله يقبل بالله والرقص والمسخرة والمرأة الحبشية أو الفتاة الحبشية يقبل بس عمر لا كالسيف كالسيف في دين الله ما يصير يقبل بباطل يقبل بمنكر لا لا حاشاه حاشاه هذا الفاروق هذا تقول عائشة إذ طلع عمر فارفض الناس عنه الناس هربوا 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 كلهم هربوا فقال رسول الله إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس وقد فروا من عمر يعني الشياطين الجن والإنس ما فروا من رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما فروا من 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 عمر عمر ما يقدرون عليه الشياطين أما الشياطين مع رسول الله يقدرون عليه أثروا عليه خلوا يحضر في هذه الجلسة أو الحفلة الشيطانية إذا واحد يقول أن بعض المخالفين الجهلة بعض دعاتهم ما لوت هالأيام ما كوا يقولون لا هذا ما كان حفلة راقص أصلاً أولاً ما كانت هذه إمرأة بالغة هذه كانت صبية صغيرة وكأنه يجوز الرقص من الصبية الصغيرة منه قال أيضاً يجوز هذا لحتى جاهلين حتى بفقههم حتى بفقههم ما يعرفون الرقص حرام الغناء حرام سواء قام به الصغير أم قام به الكبير غاية غاية هنالك الصغير لا إثم عليه لأنه صغير ولكن ما يصير واحد يشجع ويروح يحضر إلى ويقول لا يا با يلا نصف لك ويلا قوم رقص ما يصير لازم يؤدب لازم يوقف وظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله هذه في الواقع الحاصل هم يريدون بنحو ما أن يقولوا هذه الجلسة ما كانت حرام كانت مباحا ورسول الله حضر في هذه الجلسة المباحة وأحضر معه عائشة وظلوا يتفرجون يعني على شيء مباح مو شيء حرام الكلام إذا كان هذا مباحا لماذا كانت تحضره الشياطين ولما طلع عمر رسول الله قال الشياطين فروا من عمر إذن معنى ذلك هذه الجلسة كانت شيطانية جلسة شيطانية يعني ماذا يعني حرام كانت حرام هذه قرينة على أن هذه الجلسة هذه الحفلة هذه الوصلة الغنائية يسميها ما شئت هذه كان يحضرها الشياطين فهي حرام زين أنا الآن شن أسوي بالله عليك أنا رجل مسلم أريد أن أعرف نبي ما هي صفاته هذه الصفات السيئة التي تلصقها تلصق تلصقها عائشة به صلى الله عليه وآله أم أن نبينا طهر طاهر تقي نقي صفي لا يمكن أن يقبل بمثل هذه المنكرات زين قبل بها فرضا يعني يأتي ما هو أتعس أنه يقبل بها نفرض بالشارع أما يقبل بهذه المنكرات في مسجده صحيح مسلم اقرأ اقرأ هذه الكتب العفنة هذه الكتب التي لوثت سمعة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا النبي المظلوم الذي لا يدافع عنه أحد يدافعون عن عائشة معمم العالمين الثالث والرابع عرسوا لله ما تأخذهم الغير ولا الحمية ما يرفعون عقائرهم ويصيحون يقولون نحن لا نرضى بأن تدرس هذه الأمور لأطفالنا في المدارس المدارس العربية تدرس هذه الأمور لماذا يدرسون هذه الصحاح ويدرسون هذه الكتب والسنان وعندهم هذا تاريخ رسول الله نعم هذا واقع هذا واقع هذا واقع عندهم زين هذا أليس هذا هتك لرسول الله إساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله من يدافع عن هذا النبي المظلوم الآن تقوم أنت تدافع عن النبي المظلوم وتقول يا جماعة هذا كذب على رسول الله والكاذبة عائشة يوكفون ضدك لا يقف ضدك أبناء عائشة يقفون ضدك من يقولون نحن أبناء علي وفاطمة شايف شلون المقاييس تغيرت المفاهيم كلها تبدلت صار المنكر معروفا والمعروف منكرا عجيب في صحيح مسلم اقرأ هذا الحديث الذي يرويه عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت جاء حبش يزفنون يرقصون ويلعبون ويلهون وين في يوم عيد في المسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاني النبي النبي هم ما يفوت أي جلست له يجيب عائشة ويا فدعاني النبي فوضعت رأسي على منكبه كل مرة هالشكل يعلقها وخلي رأسه على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم مليت مليت زين يعني يقبل المسلمون اليوم أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يفتح اليوم اليوم الآن اقتداء بسنة النبي هم يقولون نحن أهل السنة ما الشكل نقولهم سنة النبي وين يقولون سنة اللي روتها سيدتنا عائشة وين روتها يوم في البخاري ومسلم زين من سنة النبي التي روتها عائشة في البخاري ومسلم مالكوم أن مسجد رسول الله لازم تشرع أبوابه أمام الفرق الراقصة أمام فرق الله أمام فرق الطراب خلي يروحون كل الحفلات الغنائية بث مباشر من مسجد رسول الله من المسجد النبوي الشريف يلا رسول الله كان يقبل وجيبوا زوجاتكم هم وكل وقت خلي عليك زوجتها عليهم وروحوا شوفوا الوصلات الغنائية والحفلات الراقصة هناك يعني هذه صفة نبي بالله عليكم هذه صفة نبي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا الله أكبر أصلا هذه الرواية عن عائشة واضح أنها تصادم القرآن الحكيم مساجد الله تتحول إلى مراقص ومسجد رسول الله الذي هو أقدس المساجد بعد المسجد الحرام معقول هذا الكلام معقول أين عقولكم يا قوم كيف تقبلون أحاديث عائشة كيف تقبلون أحاديثها وعلى أي أساس تقبلون أحاديثها هذه الأحاديث التي تسيء لرسول الله صلى الله عليه وآله يا أخي في مصادر أهل الخلاف هم يرون أن النبي جعل أحكام للمسجد وخصوصا مسجده الشريف واحد ما يصر يعلي صوته لا يجوز أن ينشد ضالة في المسجد يعني واحد يضيع بعيرة مثلا يروح بالمسجد يروح يقول أيها الناس ضاع بعيري أنا له مواصفات هكذا له مواصفات هكذا كان بعض المسلمين بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يسبون هذا الذي ينشد ضالته في المسجد يسبونه سب سب وسب أيضا فاحش في بعض الأحيان فكانوا يقولون لهم على ما يبالي هذه الرواية عند المخالفين يمكن أبو سعيد الخدري أو غيره كانوا يقولون له يا أبا سعيد ما كنت فحاشا لماذا تسب الرجل؟ قال أمرنا بسبهم في مثل هذه الأمور أمرنا بسبهم رسول الله أمرنا إذا وجدتم أحد في المسجد هكذا يحول المسجد من مكان صلاة وعبادة وخشوع إلى مكان للأمور الدنيوية يريد يروح يسوي إعلان أنا ضايع مني دابتي مثلا ما يصير تريد أن تسوي إعلان تبحث عن دابتك برى المسجد مداخل المسجد فإذا هذا الأمر حرمه رسول الله يقبل بالله عليك بحفلة رقص في مسجده جماعة من الحبش جماعة من ثيوبيا يأتون ويرقصون هناك والنبي أيضا يتفرج ويجيب معه عائشة حتى تتفرج أيضا فإذا شوفوا انظروا أيها الإخوة إذا لم نفتح ملف شخصية عائشة ولم نتناول شأنها ولم نجرمها أو ندنها فإنا نضطرح تاليا إلى ماذا؟ إلى أن نقبل أحاديثها إذا قبلنا أحاديثها سينعكس ذلك سلبا على عقيدتنا إحنا نريد أن ننزه عقيدتنا عقيدتنا مثلا في رسول الله صلى الله عليه وآله نريدها أن تكون عقيدة مستقيمة هذا مثال من الباب الأول تأثيرات أحاديث عائشة على العقيدة والأمثلة كثيرة طبعا هشك البس مرور سريع حتى نخلص المقدمة والمقدمات وندخل في صلب الموضوع ترجمة نانسي قنقر